يسعد اخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات ان يقدموا لكم هذه المادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من اله الذي لا اله الا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع انواع العبادة ولذا قضى ان لا نعبد الا اياه ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ادى الامانة وبلغ الرسالة ونصح للامة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاباء الفضلاء وايتها الامهات الفضليات وايها الاخوة الاحباب الاعزاء وايتها الاخوات الطاهرات طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا واسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته ان يجمعنا في الاخرة مع سيد الدعاء وامام النبيين في جنته ودار مقامته انه ولي ذلك ومولاه احبتي في الله امراض الامة سلسلة علمية منهجية جديدة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والاسلوب الدعوي لا اقدمها الان كما اكرر في كل حلقة لا اقدمها جلدا للامة ولا امتهانا لقدرها ولا انتقاصا لشأنها وانما اقدمها حبا للامة ونصحا لها واشفاقا لاجلها فجسد الامة جسد حي يتعرض لما يتعرض له الجسد الانساني من الالام والامراض ولا شك ولا ريب ان امتنا الحبيبة تعاني الان من امراض خطيرة وعلل كثيرة كبيرة وقد انا الاوان ان نقوم معا لنعلي الهمة ولنجيش الطاقات الهائلة الجبارة في الامة انا الاوان ان نقوم معا لله جل وعلا لنستل جميعا جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الامة لنستل هذه الجرثومة الخبيثة بيد نقية تقية بيضاء وإلا فما اشقى من تغافل عندائه واعرض عن دوائه ولم يسع في شفائه فظل في ضنكه وشقائه ونحن الليلة على موعد مع مرض قد لا ينتبه اليه كثير من افراد وابناء امتنا الكريمة مع انه مرض ينخر في الجسد ويوهن الجسد ويقتل الطاقات ويهدر الاوقات والامكانيات بل ويقتل الاعمار ومع ذلك قد لا ينتبه الى خطر هذا المرض الفتاك العضال كثير من ابناء امتنا وكثير من اخواتنا ولا حول ولا قوة الا بالله نعم اننا الليلة على موعد مع مرض لا يشكل جزءا من امراض الامة الثانوية ولا يعد قضية من القضايا الثانوية او التي تأتي في المرتبة التالية من مراتب القضايا لا بل يعتبر هذا المرض من اخطر الامراض وهو على رأس الاولويات وعلى رأس القضايا التي يجب ان تهتم بها امتنا الان في هذه المرحلة الحرجة التي تقف فيها الامة على مفترق طرق اما ان تشهد الامة لهذا الدين واما ان تطحن الامة طحنا وان لا يبكي عليها احد لاننا نعيش عصرا لا يحترم فيه الا الاقوية اننا الليلة على موعد مع اضاعة الوقت اضاعة الوقت مرض تفرد له حلقة بل حلقات بل حلقات مرض عضال في غاية الخطر ولا ينتبه لخطر هذا المرض كثير من ابناء امتنا لا يتورع الكثيرون ولا ابالغ ان قلت الملايين بل ولا ابالغ ان قلت عشرات الملايين لا يتورعون عن تضييع الوقت وعن اهضار الوقت وعن اهضار طاقات جبارة بسبب تضييعهم لاوقاتهم الوقت بكل اسف بكل اسف مع انه اغلى رؤوس الاموال لكنه عند الكثيرين ازهد رؤوس الاموال لا يتورع ان يهدر رأس ماله او ان يضيع حياته او ان يضيع عمره لان الوقت هو الحياة لان الوقت هو العمر لان الوقت هو الطاقة هو العمل هو الانتاج هو الابداع هو التقدم هو الرقي هو الحضارة هو كل شيء الوقت هو الحياة في كلمات قليلة كنا نحفظ قبل ذلك من سنوات بعيدة الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك لكنني اود ان اقول الليلة لاخواني واخواتي الوقت هو الحياة الوقت اما جنة واما نار اما ان يؤدي هذا الوقت الى الجنة واما ان يؤدي هذا الوقت الى النار ولا حول ولا قوة الا بالله انا اتألم غاة الالم وانا ارى هذا الاهدار وهذا التضيع الى حد السفة يعني القرآن شرع علىنا ان السفهاء يؤقذوا على ايديهم في الانفاق وانا ارى ان اهدار الوقت اخطر من اهدار المال ارى ان اهدار الوقت ايها الافاضل اخطر من اهداره المال ليه لان المال ان اهدر قد يعوض اما الوقت ان اهدر فلا يعوض النهاردة اتناشر رمضان الف وربعمية تمانية وعشرين اذن مغرب هذا اليوم مستحيل ان يعود اتناشر رمضان الف وربعمية تمانية وعشرين الى يوم القيامة الى ان يرث الله في الارض ومن عليها حضرتك استوعبت معايا خطر الوقت وبشاعة هذا المرض العضالي الذي اصيبت به امتنا الان كم تضيع الامة الان من الاوقات في المباريات تعطل المصانع والمدارس والمزارع بل والطرق من اجل مباراة من اجل لعب تعطل الشركات من اجل له كم تضيع الامة الان من الاوقات على ايدي شبابها وبناتها في الشوارع والطرقات والاندية والملذات والملاهي والمنتديات الى غير ذلك كم تضيع الاوقات على النواصي والطرقات اوقات مهدرة اقول الاخذ على ايدي السفهاء الذين يبددون المال امر مشروع وانا ارى ان اهدار الوقت اخطر من اهدار المال لان المال قد يعوض اما الوقت فلا يعوض على الاطلاق كاد قلبي ان ينزف ورب الكعبة وانا في عام من اعوام الحج في عرفات في هذا اليوم الكريم المبارك الذي يتنزل فيه ربنا جل وتعالى تنزلا يليق بكماله وجلاله ليباهي باهل الموقف ملائكته ويقول انظروا عبادي اتوني شعثا غبرا اشهدكم يا ملائكة اني قد غفرت لهم وما رؤي الشيطان هو ادحر ولا احقر ولا اغيض منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل رحمة الله جل وعلا على اهل الموقف والله العظيم يا اخوة وانا امر وجدت بعض احبابنا واخواننا في خيمة كبيرة من الخيام في عرفات في عرفات على جبل عرفات في موقف عرفات في هذا الموقف المهيب الجليل رأيت مجموعة من الاخوة في هذه الخيمة رأيت مجموعة بتلعب السلم والتعبان معرفش هل تعرفون السلم والثعبان سلم والتعبان ونظرت فرأيت مجموعة اخرى تلعب الكتشينة ورأيت مجموعة في نفس الخيمة ثالثة قد اجتمعت على شرب الشيشة يا الله وقفت مذهولا مندهشا انا البس ملبس الاحرام وانظر الى اخواني وهم يلبسون ملابس الاحرام يعني انا في عرفة انا اريد ان اتأقن هل هذا المشهد في عرفات نعم والله في عرفات بملابس الاحرام فريق يلعب السلم والثعبان وفريق يلعب الكتشينة وفريق اجتمع حول الشيشة قلت يا اخواني ماذا تصنعون وماذا تفعلون انسيتم انكم في عرفة انسيتم انكم في يوم عظيم كريم واذ بهم او بجلهم تقريبا يردون علي باتسامة ويقولون يا شيخ اصل اليوم طويل بنضيع وقت ياه كأن الكلمات سكاكين تقطع وتمزق القلوب الحية والعقول السوية يا شيخ اصل اليوم طويل يوم عرفة يوم طويل واحنا بنضيع وقت انت جلس على الاهوة ليه بدون داعي بدون ضرورة بدون حاجة بضيع وقت وانت وقف على النص ليه بيهلك ساعتين بضيع وقت وانت يا اختي طلع من بيت وخرج البيت بضيع وقت وانت يا اخي بقالك 3-4 ساعات في المكتب الحكومي وفي الوظيفة الحكومية ما فيه الشغل اهد تقرأ قرائد بضيع وقت ياه اهدار للطاقات للطاقات الجبارة الهائلة في الامة بضيع وقت بأت للوقت انسيت انك تنتحر انتحارا بطيئة بتقول ايه بقولك انت بتنتحر انتحارا بطيئة والله العظيم انت تقتل نفسك والمجتمع كله يراك ولكنه لا ينصحك ولا ياخذ بيدك ولا يحول بينك وبين ارتكابها هذه الجريمة الشنعاء النكراء بضيع وقت انت تنتحر انتحارا حقيقيا لكن ببطء انت تقتل نفسك قتلا حقيقيا لكن ببطء على ساعات على دقائق يا الله مرض لا يفطن الى خطره كثير من الناس مع شدة بلائه وشدة خطورته على طاقات الامة انتشرت البطالة بشكل مؤلم انا اقول ورب الكعبة لو انطلق كل شاب من هؤلاء الشباب من ابنائنا واحبابنا ليبحث عن اي عمل مش بالضرورة العمل يناسبك مش بالضرورة ان تجد عمل يناسب قدراتك ويناسب امكانياتك ويناسب عقلك ويناسب مستواك التعليمي ومستواك الاجتماعي مش بالضرورة لكن بالضرورة ان تجد لنفسك عملا لتشغل فراغك وإلا فسأبين الآن خطر الفراغ وسأبين في الوقت ذاته قيمة الفراغ ونعمة الفراغ التي انشغل عن شكرها كثير من الخلق وكثير من الناس مأساة بضيع وقت ونسي المسكين انه ينتحر انتحارا حقيقيا ونسي المسكين انه يقتل نفسه ويقتل امته ويقتل مجتمعه لو اجتمعت هذه الاوقات المضيعة المهدرة لابدعت وانتجت وقدمت الشيء الكثير والكثير والكثير لامة صارت وراء الركب ببعيد لامة تخلفت وتأخرت لامة اصبحت تتسول الآن على موائد الفكر العلمي والانساني والطبي والهندسي والكيميائي والذري والجولوجي الى غير ذلك ليه انا وقفت على تقارير رسمية قرأت تقريرا والله العظيم كدت ان ابكي قرأت تقريرا للمقارنة بين عطاء الموظف الاوروبي وبين عطاء الموظف المسلم ينقلب اليك بصرك خاسئا وهو حسير حين تقف على نتيجة التقرير تقرير يقارن بين عطاء الموظف في الجهات الرسمية في بلاد اوروبا وبين عطاء الموظف المسلم في الجهات الرسمية والوظائف الحكومية في بلاد المسلمين يا الله مأساة مأساة وجدت التقرير يقول تقرير رسمي يقول بان عطاء الموظف الاوروبي في بلاد اوروبا يتجاوز سبع ساعات العطاء مش وقت العمل خلي بالك ما هو وقت العمل ممكن يكون الوقت العمل متناسب ومتساوي لكن العطاء العطاء في العمل البذل الجد الانتاج المراقبة العطاء للموظف الاوروبي في الوظائف الحكومية والمؤسسات الرسمية يتجاوز سبع ساعات سبع ساعات طيب عطاء المسلم في الوظائف الحكومية لا يصل الى ساعة لا يصل عطاء الموظف المسلم الى ساعة امر يعني في غيث الالم طيب كيف تتقدم الامة كيف ترتقي الامة مع اهدارها لهذه الطاقات ولهذه الاوقات نحن نقتل الاوقات ونقتل امتنا معا ونقتل انفسنا وننتحر انتحارا بطيئا بهذه السياسة التي وصلت وسامحوني الى حد السفة سامحوني لان الوقت هو الحياة هو السعادة انشغلنا هذا الوقت فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا في دنيانا واخرانا لا اقول نقضي الوقت كله في اعمال العبادات وانا اصلت قبل ذلك ان اي عمل من اعمال الدنيا ان صحت فيه النية وكان العمل موافقا لهدي سيد البشرية فانت في عبادة متقبلة من رب البرية جل وعلا حتى ولو كنت تستمتع بمرأتك في الفراش في الفراش الحلال ان صححت النية واديت هذا الامر على هدي سيد البشرية فانت في عبادة وانت في طاعة لله وظيفتك ان صححت النية واخلصت الطوية انت في عبادة وفي طاعة لله فالعبادة ليست امرا هامشيا على هامش الحياة أو على جانب من جانب الحياة بل العبادة تسع الحياة كلها العبادة تسع الحياة كلها نحن الان في عبادة هذا الاخ الذي يقف وراء الكاميرا في عبادة ان صحت نيته وطهرت سريرته أنه يقدم رسالة هادئة هادفة نافعة لأمته ينصر بها دين الله تبارك وتعالى ويثبت بها حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل الوقت والقتل للوقت يقعون في مرض من أخطر الأمراض وأنا أود أن أقول ممكن واحد رد علي الآن وقل لي يا شيخ ما تزودهاش أنا حر يا أخي الله تعتحسبنا على وقت ولا إيه أنا حر أعمل في وقت اللي أنا عاوزه أخذ عربيتي وألف في الشارع زي ما أنا عاوز أعود على النص يا أوقف على شارع زي ما أنا عاوز أروح النادي اللي أنا عاوز وأعود بدل الساعتين أربع ساعات أنا حر يا أخي لا لا والله لست حرا ما فيش في الدنيا حرية مطلقة ولا في أي بلد يتغنى بالديمقراطية والحرية لا يمكن أن تجد في هذا البلد ما يعرف بالحرية المطلقة مستحيل اضرب لي أي مثال لا يوجد في أي بلد يتغنى بالحرية والديمقراطية ما يعرف على الإطلاق بالحرية المطلقة مستحيل حرية مقيدة حرية مقننة فما أوعت أولي أيها المسلم وأنت أياته المسلمة أنا حر في وقتي لا بل ستسأل عن وقتك بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض ما أقول ما أقول الكلام أنت بتقوله ده الوقت بتاعي أنا أحسب عليه آه أنت مش واخد بالك خالص مش واخد بالك أنك ستسأل عن كل دقيقة تمر عليك في دنياك لا والله من واخد بالي من المسألة دي طب عندك أدلة للكلام ده أي وطبعا أدلة من كتاب ربنا وأدلة من كلام حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يا دا أنت هتيج عليك لحظة كلنا بلا استثناء كلنا بلا استثناء هتيج لحظة على الوحد فينا إخواني وأخواتي يا الله يعرف قدر الساعة ويتمنى أن لو عاد إلى الدنيا ساعة يعرف قدر الزمن ويتمنى أن لو طال به الزمن يعرف قيمة الوقت ويتمنى أن لو طال به الوقت بس امتى في وقت لا ينفع فيه الندم ولا يقبل فيه الرجاء حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون قال الله جل وعلا يسأله أولئك الذين ضيعوا الأعمار وضيعوا الأوقات آه قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين ستين سنة سبعين سنة ميت سنة لا يا الله قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العهد دين قال إن لبثتم إلا قليلة لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثة وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يجع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ما فيش ندم ما فيش عودة يا الله خل بالحضرتك أوي من القضية ذي ستقف بين يدي الملك وتسأل عن هذا الوقت وأراد ربنا جل وعلا أن يلفت أنظارنا وقلوبنا وعقولنا إلى قيمة الوقت فقال سبحانه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورة تدبر القرآن وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب بل وأقسم الله بالوقت أقسم الله بالوقت في آيات كثيرة ليه ليلفت أنظارنا إلى قيمة الوقت وإلى قدر الوقت فقال جل وعلا والفجر وليال عشر إلى أخر الآيات وقال جل وعلا والضحى والليل إذا سجه الآيات وقال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصى بالحق وتواصى بالصبر وقال جل وعلا والليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى إلى آخر الآيات يقسم الله بالوقت بالفجر بالضحى بالعصر بالليل ليلفت أنظارنا إلى قدر الوقت لأن الله جل وعلا ما أقسم بشيء إلا ليبين قدر القسم وقدر المقسم عليه وقدر المقسم به أيضا ما أقسم الله بشيء إلا ليلفت النظر لقطره ولأهميته ولمكانته ولكرامته عنده تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزول قدم عبد لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع أوه خلي بالك شو قال حضرتك حضرتك حتسأل هتسأل عن كل دقيقة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وأنت في أرض المحشر وفي ساحة الحساب بين يدي الملك الوهاب لن تتحرك حتى تسأل عن أربع ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه أول سؤال عن العمر عن عمره فيما أفناه خلي بالك أنت الآن بلغت الثلاثين وأنت يا ولدي ويا بني قد بلغت العشرين وأنت يا والد الكريم قد تجاوزت الخمسين أو الستين وأنت أيتها الأخت الفاضلة قد تجاوزت الثلاثين أو بلغت الثلاثين أو بلغت الأربعين وأنت أيتها الأم الكريمة قد بلغت الستين وتجاوزت الستين يا الله هتسأل عن هذه السنوات لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وفي رواية عن شبابه فيما أبلاه عن عمره فيما أفناه وعن جسمه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به او الحديث تاني لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسمه فيما أبلاه وفي لفظ عن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه يا الله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه قل فيه أجلي ولم يزد فيه عملي لا لا تاني 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 والله تحفظ الكلمة سجلها عندك يا أخي ضعها على مكتبك ضعها نصب عينيك والله ما ندمت على شيء كندمي على يوم على يوم غربت شمسه قل فيه أجلي ولم يزد فيه عملي وكانوا أيها الأفاضل يجري ويمر كالريح وأنت لا تدري كثير من إخواني الآن وأخواتي ممن يشاهدون الحلقة والله العظيم أعلم يقينا أنهم يراجعون أنفسهم بتذكرهم الآن لحقيقة أعمارهم لحقيقة قل من ينتبه إلى عمره الحقيقي وهو منشغل بالدنيا وتدور به عجلة العمل دون أن يضع قطة حقيقية ودون أن يقف مع نفسه وقفة صادقة ليرى كشف حسابه مع ربه له أم عليه أم أن رصيده صفر أم أنه مدان فالوقت يجري جدا إلا لدي أخوانا الليلة الثالثة عشر من ليلة رمضان مش ممكن أبدا أوشك النصف الأول أن يتهي ونحن لا نشعر فالوقت يجري جدا الأيام تمر الأيام تمر والأشهر تجري وراءها تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار وتطوى حياة جيل بعد جيل بعد جيل وبعدها سيقف الجميع بين يدي الملك الجليل للسؤال عن الكثير وعن القليل كما قال ربنا جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آه قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ومن خصائص الوقت أنه لا يعود كما ذكرت يجري ويمضي بسرعة ولا يعود كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي بلسان الحال يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة تاني والله كان يقول ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي بلسان الحال يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة وكان لقمان الحكيم يقول لولده أي بني إنك من يوم إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها لا تاني تاني الكلمات بيقول له أي بني إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة وأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها لأن كل يوم يمر عليك في دنياك يبعدك عن الدنيا يوما ويقربك من الآخرة يوما وأنت لا تدري لأن كل يوم يمر عليك في دنياك يبعدك عن الدنيا يوما ويقربك إلى الآخرة يوما كفاك غفلة وانشغل بما ينفعك في أخراك أو دنياك انشغل بما ينفعك في دنياك وأخراك ولا تضيع الوقت ولا تنتحر انتحارا بطيئا ولا تقتل نفسك بيدك وأنت لا تدري وأنت لا تشعر أعطي الناس مالك لكن لا تعطهم وقتك لأن وقتك أغلى من المال لأن وقتك أغلى من الدراهم والدنانير والجنيه والريال والدرهم والدولار وقتك هو الحياة وقتك هو الجنة أو النار ولا حول ولا قوة إلا بالله أي بني إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها انظروا إلى هؤلاء الذين كانوا يقدرون قيمة الوقت ويعرفون قدر الأعمار ويوظفون هذه الساعات وهذه الشهور والسنوات في طاعة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى فمن خصائص الوقت أنه لا يعود كما ذكرت وقد لا ينتبه كثير من أحبابنا وإخواننا إلى أخطر العوائق التي تحول بينهم وبين الاستفادة الكاملة من الوقت وأنا أود أن أحذر نفسي وإخواني وأخواتي من أخطر العوائق التي تحول بيننا وبين الاستفادة من أوقاتنا وأعمارنا العائق الأول التسويف وطول الأمل التسويف وطول الأمل سوف أصل التراويح في الليلة القادمة بلاش إلا لدي سوف أقرأ الوردة اليومية للقرآن إن شاء الله بكرة إلا لدي أنا تعبن شوية ومشغول شوية سوف أزوج هذه اليتيمة بعد المكفأة الفلانية بلاش المكفأة دي بلاش الرزق ده بلاش المنحة دي خلينا في المنحة اللي جاء إن شاء الله أساعد في تزوج هذه اليتيمة سوف أفعل كذا سوف أعتمر رمضان اللي جاي تمنت ربنا من عليكم معاك القدرة الآن في رمضان لا سوف أعتمر في رمضان اللي جاي سوف أحج السنة اللي جاي السنة المقبلة سوف 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 التسويف ويفاجأ أنه انتقل من معسكر الأحياء إلى معسكر الأموات ويتمنى الرجعة ويتمنى العودة ليعمل صالحا ويكون الجواب كما قال ربنا كلا كلا إنها كلمة هو قائلها لا تسمع ولا وزن لها ولا قيمة ولا كرامة ولذلك سبحان الله كان أحد الصالحين من أجل أن يذكر نفسه الأمارة بالسوء كان قد جعل لنفسه حفرة في بيته حفرة في بيته مظلمة شديدة حفرة مظلمة شديدة الظلام وسبحان الله يضع له غطاءا غطاءا وينزل إلى هذه الحفرة كلما طال به الأمل وكلما شغلته دنياه وشغله هواه وشغلته نفسه الأمارة بالسوء إذا أحس بأن القلب منه قد قسه وبأنه قد ابتعد وانحرف وغفل عن الله جل وعلا ينزل إلى هذه الحفرة المظلمة ويضعه يغلق على نفسه يغلق على نفسه ويمكث على قدر ما استطيع في ظلام حالي وفي ظلام دامس حتى يتصبب منه العرق ويشعر بالاقتناق ويشعر بأن الموت بالفعل قد زحف إليه في هذه الحفرة وبأنه لن يتركه يخرج منها فيدفع حينئذ الغطاء والخشبة برجله ويصرخ ويقوم وهو في حالة من الفزع وحالة من الرعب ويقول ها أنت يا نفسه يقول رب ارجعون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك يقرأ الآية ثم يدفع الخشبة ويخرج ويقول نفسه ويبكي ها أنت يا نفس قد عدت فاعمل ما قلت وأخشى عليك أن يأتي عليك يوم تطلبين فيه الرجعة فلا يستجاب لك حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون التسويف وطول الأمل جميل أن تحمل الأمل جميل أن نعيش بالأمل لا أنكر عليك أن تعيشه وأنت تحمل آمالا كالجبال لا حرج بل لن نستطيع أن نعمر الكون إلا بالأمل لن نستطيع أن نبني أو أن نخرج للعمل إلا بالأمل لن نستطيع أن نعمر هذه الأرض وأن نبني وأن نشيد وأن نبدع وأن ننتج إلا بالأمل في وعد الله سبحانه في وعد الله بالنصرة في وعد الله بالتمكين في وعد الله بالسعادة في الدنيا الآخرة جميل ان تحمل امالا كالجبال جميل جاء رجل جاء بعض الناس الى رجل من اهل الفضل ليقولون له يا سيدي لنا عندك حويجة لنا عندك حويجة يعني حكى صغيرة يعني لنا خدمة صغيرة خدمة بسيطة بلغتنا لنا خدمة صغيرة لنا عندك حويجة فقال هذا الرجل صاحب الهمة العالية وصاحب الامال الكبيرة كالجبال حين قالوا يا سيدي لنا عندك حويجة فقال هذا الرجل العملاق اذا فاطلبوا لها رجيلا فاطلبوا لها رجيلا لا تطلبوا للحويجة رجلا بل اطلبوا للحويجة رجيلا واطلبوا للحاجة الكبيرة رجلا صاحب همة عالية وصاحب عزيمة صادقة اطلبوا للحويجة رجيلا واطلبه للحاجة الكبيرة رجلا عملاقا كبيرا معطاءا وفيا ابيا ذكيا نعم ومن يتهيب صعود الجبال يعش ابدا الدهر بين الحفر ومن يتهيب صعود الجبال يعش ابدا الدهر بين الحفر فالتسويف وطول الامل من اخطر العوائق التي تحول بيننا وبين استفادتنا من اوقاتنا استفد من وقتك ووظف وقتك الان ولا تسوف اوعى تقول سوف سوف دقة تالة سوف اصوم سوف اقرأ القرآن بقالك كم سنة بتقول سوف احفظ القرآن بقالك كم سنة بتقول سوف اتصدق من مالي بقالك كم سنة بتقول سوف اتبنى طالبا من طلاب العلم سوف اساهم في عمل من اعمال البر والخير سوف اساهم في طبع كتاب سوف اساهم في حجاب مسلمة سوف أساهم في أي باب من أباب الخير بقى لك كم سنة بتقول أنا حاومة أصلي بالليل بقى لك كم سنة بتقول أنا حافظ على الجماعة بقى لك كم سنة بتقول أنا هعمل وهسوي ما عملتش حاجة والآن العمر بيجري والساعة بتجري والشهور بتجري والأيام بتجري وأنت في غفلة إلا من رحم ربي تبارك وتعالى سوف والموت تراه كل ساعة وكل يوم وتودع كل يوم من أحبابا لك تعرفهم وتودع ناسا لا تعرفهم والموت ليفرق بين حاكم محكوم وبين كبير وصغير وبين أمير أو وزير أو فقير أو صغير لا الموت ليفرق بين أحد وأحد لقد مات سيد الخلق محمد وقال له ربه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت أيا عبد كم يراك الله عاصية حريصا على الدنيا وللموت ناسية أنسيت لقاء الله واللحدة والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرأة لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسية ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقية ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبق الذنوب والمعاصي كما هي ساوفة كلمة خطيرة ومنهج خطير جدا ربما أكون قد ذكرت لكم قبل ذلك أن أحد إخواننا في أمريكا من الله عز وجل عليه بتجارة كبيرة جدا عنده صبر مركز ضخم وهو قريب من مركز إسلامي في مدينة من مدن ولاية نيويورك إخواني قالوا لي في المركز الإسلامي يا شيخ محمد هذا الرجل لم يصلي مرة قط ولم يساهم معنا في أي عمل من أعمال المركز ونريد أن تأتي معنا لتذكره بالله سبحانه لعل الله عز وجل أن يجعل هدايته على يديك قلت الحمد لله هيا بنا أرجو الله ذلك وانطلقت مع إخواني للقاء هذا الرجل المسكين ما شاء الله لا قوة إلا بالله صبر مركز ضخم جدا في أمريكا فأنا تجولت بعدما استقبالنا الرجل وجدت الرجل يبيع الخمرة ويبيع الخنزير ويبيع المحرمات هو رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فجلست لأذكر الرجل بالله ما فيش فايدة أذكره بحديث رسول الله مستحيل قلبي أتحرك وبعدين في الآخر قال لي يا مولانا ريح نفسك تقول له أزاك الله خيرا قال سيبني بس يعني بقالي ساعة عملا أول قال لي ريح نفسك ما تعبش نفسك يا مولانا وبعدين لما وجل كده علامات الغضب ظهرت علي والأسى والألم قال لي يا شيخ محمد تقول نعم قال لي لكن أوعدك تقول له خير إن شاء الله توعدني بإيه خيرا قال لي أوعدك لما رجع بلدي والله يا شيخ لا هتفرغ للدين وهتفرغ للعبادة وهتفرغ للدعوة وأنا هروح إن شاء الله أبني مسجدا في بلدي وهاعد فيه ليل ونهار قلت له كلام جميل والله هتبهت وراء وألم بسرعة قال ليه خير قلت له عم هتت وراء وألم ما تخافش مش هخليك توقع على شيء على بياض ولا على وصلة أمنة ولا حاجة هتبس وراء وألم أحضر وراء وألم اكتب قال لي اكتب ايه قلت له اكتب عقدا ويوقع عليه ملك الموت إنه ما يجلكش أبدا إلا ما ترجع البلد وتبني المسجد وتتفرغ للعبادة والطاعة ويسيبك كم سنة تعبد وبعد كده بايه يقبض روحك فدحك وبتسم وعرف إن قال لي والله يا مولانا ده الدولار ده مصيبة ده الدولار ده مصيبة يا شيخ ومشكلة قلت له خير قال لي والله يا شيخ محمد يا أخي سبحان الله أنا ما بيجي لي حالة صداع ما بقاش شايف بعنية أأم طلع الورقة ممت دولار دي أحطها على دماغي يطير الصداع يا مولانا في الحال قلت له أنت عبد للدولار الدولار إلهك الذي تعبده وكعبتك التي تصلي لها وتتوجه إليها بقلبك وكيانك وقد قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تعس عبد الدرهم آه جعل من جعل عبادا للدراهم والدننير وجعل الدراهم والدننير آلهة لبعض عابديهم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش هذا يعبد الدنيا ويعبد الدرهم والدولار وسبحان الله سوف أبني المسجد وسوف أتفرغ للطاع والعبادة وسوف أفعل كذا وكذا لا تسوف فإن الموت يأتي بغضا لا تسوف فإن الموت يأتي بغضا افعل الآن واستثمر وقتك الآن أيضا من أخطر العوائق اتباع الهوى اتباع الهوى الهوى يدفعك للجلوس مع العاطلين مع البطالين مع أصحاب المخدرات مع من سقطوا في مستنقع الرذيلة من الزنة أو عمل قوم الوط ولا حول ولا قوة إلا بالله الهوى الهوى ملك ظلوم غشوم جهول يصم أذنيك عن أن تسمع الحق من العلماء الصادقين ويعمي بصرك عن أن ترى الخير ممن يريدون أن يأخذوا بيدك إلى الخير هوى تعالى اترك هذه المجالس اترك هذه المجالس مجالس البطاليين مجالس العاطلين مجالس الفارغين الذين يضيعون الأوقات بل والأعمار وينتحرون انتحارا بطيئا في كل ساعات الليل والنهار والله العظيم يكاد قلبي ينزل حينما أرى شبابنا وفتياتنا يجلسون الآن على بعض المقاهي يقتلون الوقت ويضيعون الوقت لا يجدون أي عمل أو أي شيء وقد يؤدي هذا الفراغ إلى مفاسد خطيرة ومآسي كبيرة وهذا واقع لا نجهله وأنا لا أقول ذلك ورب الكعبة من باب التجريح لأبنائي وأبناتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبرهم وأن يسترهم وأن يردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلة وإنما أقول ذلك من بابي أن نشخص جميعا الداء لنحدد الدواء لنبدأ بداية جديدة مع رب الأرض والسماء على منهج إمام الأنبياء وسيد الأصفياء صلى الله عليه وآله وسلم لننهض بأمتنا وبلدنا ولنرتقي بالأمة إلى المكانة التي أرادها ربنا سبحانه وتعالى وأرادها لها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اتباع الهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ياه يصير الهوى إلها يُعبد آه يصير الهوى إلها يُعبد لا يحكم إلا هواه لا يحكم إلا هواه والهوى مفسدة لا يقف عند الأمر ولا يقف عند النهي ولا يقف عند الحد بل يفعل ما يهواه والنفس أماره إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور الرحيم يزين لك الباطل ويزين لك الحرام ويزين لك المعصية ويزين لك الشهوات ويزين لك الشبهات ويزين لك كل ما يبعدك عن رب الأرض والسماوات أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وقال جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبعي الهوى نبي خلي بالك نبي من الأنبياء يحذر من اتباع الهوى يحذر الله نبيا كريما من انبيائه من اتباع الهوى عشان ما حدش يتصور ان المسألة هو بعيد عنها هوا ايه عم الشيخ هوا ايه لا يأثر فيه ويحرق لا الله يحذر نبيا كريما من انبيائه يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبعي الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسو يوم الحساب بل وقال لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى له ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطة يا الله يأمر نبينا المصطفى ويقول جل وتعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطة وقبلها يأمره ان يصبر نفسه مع اهل الفضل مع اهل الهمم العالية الصادقة مع اهل البذل والعمل لدين الله واصبر نفسك الله اكبر الله يأمر نبيه بهذا الامر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ياه هذه تقال لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وهؤلاء هم المشركون هم السادة الذين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفرد لهم مجلسا وان يخصهم بوقت دون سائر الصحابة من الفقراء فيأمر الله امام الانبياء بهذا الامر الجليل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم يا الله وذلك كان صلى الله عليه وسلم اذا لقي هؤلاء الافاضل يعني كبلال وعمار وصهيب يقول يعني مرحبا بمن عاتبني فيهم ربي تبارك وتعالى اعوتب النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الفضلاء وقال له جل وعلا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطة فالهوى ملك ظلوم غشوم جهول يصم اذنيك اخي الحبيب عن سماع الحق ويعمي بصرك عن رؤية الحق ولو كان كالشمس في منتصف النهار ايضا من اخطر العوائق التي تحول بيننا وبين الاستفادة من الوقت الفراغ الفراغ مع ان الفراغ نعمة من اجل النعم مع ان الفراغ نعمة من اجل النعم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ مش فهمين الحديث يا مولانا يعني ايه يعني من وظف واستثمر الصحة والفراغ في عمل للدين او للدنيا فهو المغبوط هذا هو السعيد هذا هو الذي يغبط ومن ضيع الصحة والفراغ ولم يستغل هاتين النعمتين في العمل للدين والدنيا فهو المغبون فهو الخسران فهو المخذول هو الذي ضيع اعظم رأس اعظم رؤوس امواله هو الذي اهضر اعظم رؤوس امواله وهو لا ادري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ والفراغ اقسام وانواع فراغ قلبي وفراغ نفسي وفراغ عقلي وفراغ بدني والفراغ خطره عظيم لانك ان لم تملأ وقتك بالحق حتما سيملأ بالباطل وبالهوى وبالمعصية وبالضلال الفراغ القلبي فراغ القلب من عظمة الله من هيبة الله من جلال الله من الايمان بالله سيجرئك على ارتكاب المعاصي في اي خلوة لك من خلواتك ستمسك بالرموت لتبحث عن اي فيلم داعر او اي فيلم فاضح او اي مسلسل ساقط او اي كلب من الكلبات الهابطة لان القلب مفيش في مراقبة لله في فراغ من الجلال والهيبة والعظمة للكبير المتعال تبارك وتعالى ولذلك يقول عبدالله بن مسعود اطلب قلبك في ثلاثة مواطن عند مجالسي في مجالس الذكر وعند سماع القرآن وفي اوقات الخلوة فان لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله ان يمن عليك بقلب فانه لا قلب لك فسل الله ان يمن عليك بقلب فانه لا قلب لك يبقى فراغ القلب الفراغ النفسي النفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال جل وعلا فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى سبحان ربي العظيم فان لم تشغل نفسك بالحق شغلتك نفسك بالباطل بلا شك وبلا ريب فالفراغ النفسي خطير الفراغ العقلي حياة اهله دمار واخرتهم بوار بدليل تصايح اهل النار كما قال العزيز الغفار تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزانتها الم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فراغ العقل قد يؤدي بصاحبه الى الهلاك والضياع والفراغ البدني ان لا ينشغل الانسان باي عمل باي وظيفة باي مهنة باي تجارة المهم ان تعمل هذا الفراغ مقتله مضيعة اهدار لطاقات جبارة في الامة واهدار لطاقات تحتاج اليها الامة الان لان الامة لن تستطيع ان تستمر بين امم الواقع المعاصري وعالم اليوم الا بالعمل الا بالانتاج الا بالعطاء الا بالبذل الا بتحويل هذا الدين في حياتها الى واقع عملين ومنهج حياة لتكون قادرة بعد ذلك على ان تبلغ هذا الحق لأهل الارض بحق لتكون قادرة على ان تنقل هذا النور الى من يعيشون في ظلام الشرك والجهل بالله تبارك وتعالى وبسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لان فقد الشيء ليعطيه لان الغربة لن يتقبل منا ونحن قد ابتعدنا كثيرا عن هذا النور الذي نحمله وابتعدنا كثيرا عن هذا المنهج الذي نريد ان نبينه او ان ننقله وان نبندغه للاخرين والقول ان خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلوب كما قال علام الغيوب كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وكما قال جل وعلا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون فلا بد من ان تشغل نفسك باي عمل حتى ولو لم يتناسب مع قدراتك العقلية يعني انت ترى ان انك تستطيع ان تفعل اكثر من ذلك واكبر من ذلك ماشي جميل ابدأ بمرحلة ولو كانت قليلة دون مستواك العقل ودون مستواك العلم وبعد ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى يهيئ الله لك وترتقي بهذه الوظيفة بهذه المهنة وقد تبدع انت المهم ان لا تترك نفسك فارغا من عمل او من مهنة شريفة ولو كانت قليلة حتى لا تترك نفسك للمعصية لانك ان لم تشغل نفسك باي عمل شغلك نفسك بالهوى وبالباطل وبالضلال وبالمعصية ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اطرح سؤالا اخيرا لان الوقت يداهمنا بشكل ملفت ولا بد ان نحترم الوقت ونحن نتكلم الان عن الوقت وعن تخدير الوقت اقول كيف يطيل المسلم العاقل عمره سؤال غريب انا اقدر اطيل عمري نعم تقدر لان العمر الحقيقية لا يحسب بعدد السنوات التي يقضيها الانسان في دنياه من لحظة ميلاده الى لحظة وفاته او موته لا عمرك الحقيقي يقاس بقدر ما تقدمه لامتك وللبشرية من انجازات وعطاءات وابداعات وطاقات واشراقات هذا هو عمرك الحقيقي عمرك الحقيقي يوزن في ميزان الرب العلي بتقواك باعمالك الخيرة باعمالك الصالحة وإلا فكم من عمر طالت آماده وقلت أمداده وكم من عمر قلت آماده وعظمت أمداده لقد عاش نبي الله نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام الف سنة الا خمسين عاما في الدعوة فقط ومع ذلك قال الله جل وعلا وما آمن معه الا قليل وعاش نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة وعشرين عاما في الدعوة فقط ومع ذلك انظر إلى بركة عمر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أعداد هذه الأمة التي ستأتي يوم القيامة في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الصديق رضي الله عنه في سنتين ونصف في سنتين ونصف يقضي على فتنة الردة ويجمع القرآن الكريم وينفذ بعث أسامة رضي الله عنه وهذا عمر الد الخطاب في عشرة أعوام ونصف يا الله في عشرة أعوام ونصف يقدم للدنيا كلها قدوة لا تبلى ولن تبلى إنها قدوة تتمثل في عاهل بركة الدنيا على عتبة داره بمغانمها وزخارفها وأموالها وكنوزها لقد جاءت إليه كنوز كسرى وكنوز قيصر وقام عمر الد الخطاب لينثرها على الأمة لينثر على الناس خيرها وليدرأ عن الناس فتنها ومضلاتها وقام ليستأنف سيره ومسراه مع ربه ومولاه في عبادته وتقواه وزهده وورعه لربه جل وعلا ومولاه هذا عمر بن عبد العزيز في سنتين ونصف في سنتين ونصف استطاع أن يعيد الأمة مرة أخرى إلى وكأنها تعيش في زمن الوحي نعم في سنتين ونصف نادى المنادي من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين وسد الديون ونادى المنادي مرة أخرى في عهد عمر من أراد أن يحج بيت الله ولم يجد النفقة فنفقته من بيت مال المسلمين وأدى لمن أراد الحج وبقيت البركة باركة في بيت المال وأمر المنادي للمرة الثالثة من أراد أن يتزوج من شباب المسلمين ولا يقدر على النفقة فنفقة زواجهم بيت مال المسلمين وزوج الشباب وبقيت البركة باركة في بيت المال فالأعمار أيها الأفاضل لا تقاس بالسنوات وإنما تقاس بما يقدمه الإنسان في حياته من أعمال وقربات وخيرات وما يقدم به وما ينفع به أمته في الدنيا والآخرة هذا هو عمرك الحقيقي فبادر أيها الحبيب وأختم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رأى الإمام أحمد في الزهد والبيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية أنه صلى الله عليه وسلم قال محديث ابن عباس قال اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك أي قبل كبرك وغناك قبل فقرك الوقت هو الحياة إما إلى الجنة وإما إلى النار جعلني الله وإياكم من أهل الجنة ونجاني الله وإياكم من النار وأسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر